اشتركوا في القناة تصبح اجسامهم صحية ورشيقة دون ادنى مجهود منهم انتبه لا تصدق كل شيء عند زيارة اقرب سوبرماركت مينك ستجد ما لا يقل عن 43 الف نوع من الاطعمة فكيف تتمكن من اختيار المناسب لك ولعائلتك من البدهي ان اختيار الاطعمة المجففة والخالية من الدهون وغيرها من النصائح التي نقرأها في المجلات وعلى الانترنت سيكون اختيارا صحيحا ولكن ماذا لو كانت تلك النصائح خاطئة في هذا الفيديو سنذكر لكم اشهر الحقائق الغذائية المنتشرة والتي ثبت عدم صحتها فلنبدأ الاطعمة منزوعة الدهون افضل لمن يتبعون حمية غذائية للاطعمة الخالية من الدهون حقيقتان لا يعلمهما الكثير من الناس الاولى ان هذه الاطعمة ليست خالية فعليا من الدهون ولكنها تحتوي على نسبة قليلة جدا منها تسمح ادارة الغذاء والعقاقير بكتابة منتج خالي من الدهون اذا كان المنتج يحتوي نصف جرام او اقل من الدهون الحقيقة الثانية ان ما تم نزعه من دهون يتم تعويضه بكمية كبيرة من السكر والسوديوم وذلك ليصبح طعمه مقبولا هذا السكر سيتم اختزانه في النهاية في جسمك على هيئة دهون في الجسم اليس كذلك؟ الاطعمة والمشروبات من زوعة السكر افضل بنفس المبدأ السابق الاطعمة من زوعة السكر تحتوي على كميات اكبر من الدهون والسوديوم وعند اضافة المحليات الصناعية يصبح الامر كارثيا فعلا بالنسبة للجسم تسبب الغازات الانتفاخ الاسهال ومشاكل في الهضم بالاضافة الى انها ليست خالية من السعرات الحرارية كما يظن البعض الجزر يقو النظر هل هذا صحيح؟ خلال الحرب العالمية الثانية دعت الحكومة البريطانية ان السبب في قدرة طياريها على تدمير الدبابات الالمانية ليلا يعود لاكلهم الكثير من الجزر لكن السبب الحقيقي كان استخدامهم لنوع جديد من الرادارات وارادوا بذلك تضليل الجيش الالماني وقد نجحوا ولكن الفكرة الخاطئة عن الجزر التي زرعوها انتشرت حتى ان المدنيين بدأوا في اكل الكثير من الجزر لتقوية نظرهم في فترات انقطاع الكهرباء وحتى يومنا هذا ما زالت تلك الحقيقة منتشرة في حين ان الجزر لا يعمل على تقوية النظر او اضافة اي قدرات استثنائية لاعيننا هو فقط يحتوي على فيتامين الف الذي يقوم بدور هام في حفظ النظر فائدة البطاطس في قشورها قد تكون هذه الحقيقة غير منتشرة في وطننا العربي ولكنها كذلك في الثقافة الغربية حتى ان معظم اطباقهم التي تتكون من البطاطس تحتوي على القشور والسبب هو فكرتهم ان فائدة البطاطس الغذائية كلها في القشرة لكن الابحاث اثبتت ان قشرة البطاطس تحتوي على الالياف ومركبات اخرى مفيدة ولكنها لا تشكل سوى 20% من الفائدة الموجودة في حبة البطاطس حقيقة اخرى خاطئة متعلقة بالبطاطس وهي انها من النشويات والكاربوهايدرات التي يجب تجنبها في الواقع بالرغم من انها من النشويات فعلا كما نتابع في هذه الدراسة الا انها تحتوي على كمية من البوتاسيوم اكثر مما تحتويه موزة كاملة وبها كمية كبيرة من الالياف وعدد كبير من الفيتامينات والمعادن ما يجعلها مصدر كبير للطاقة والشبع دون ان تدخل جسمك اكثر من 150 سعر حرارية هل ملح البحر افضل من ملح الطعام العادي؟ ملح البحر كما نعلم جميعا يتم جمعه من مياه البحر بعد تبخيرها ونجده بعدة الوان واشكال ومقتررا بعدة معادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم ملح الطعام العادي على الجهة الاخرى مصدره باطن الارض بعد استخراجه يتم معالجته ليصل لنا بشكله الذي نعرفه يظن البعض ان ملح البحر افضل لانه طبيعي ويحتوي على معادن اكثر ولكن الواقع هو انه ليس افضل وكلاهما يجب عدم استخدامهم بافراط كلا النوعين يحملان نفس الكمية من الصوديوم وهي 575 ميلي جرام لكل ملعقة صغيرة الحد الاقصى يوميا للانسان 1500 ميلي جرام لتجنب امراض القلب اما المعادن الاخرى في ملح البحر فيمكن للانسان ان يجدها في الاطعمة الاخرى بسهولة الخضار الالبان الفواكه المكسرات وحتى اليود المضاف لملح الطعام يمكن ايضا ايجاده في اطعمة اخرى مثل السمك اي طعام يحتوي على الياف مفيد للصحة نجد الالياف في العديد من الاطعمة مثل الخضروات والفاكهة والبقوليات وغيرها وهي تساعد على التقليل من الامساك كما تقلل من خطر الاصابة بمرض السكر وامراض القلب يوجد حاليا اطعمة ومشروبات كثيرة تحتوي على الياف مضافة او صناعية مثل الزبادي والايسي كريم والمياه المعدنية ولسوء الحظ هذه الالياف الصناعية لا تقدم نفس الفائدة للجسم مثل الطبيعية وذلك لان الاطعمة الغنية بالالياف طبيعيا مثل دقيق الشفان مثلا تحتوي على الياف معقدة اما الاخرى الصناعية مثل الخبز الابيض ففيها نوع واحد من الالياف تساهم في تعزيز احساسك بالشبع ولكنها تقلل من حركة الامعاء ولها تأثير قليل على نسبة السكر في الدم والكوليسترول لحظة هل تتخلص دائما من جلد الدجاج لانك تؤمن بالحقيقة التي تقول انه مضر يعمد البعض للتخلص من جلد الدجاج وعظمه ظنا منهم انه افضل للصحة ولكن في هذه الحالة فهؤلاء يقومون بالتضحية بالطعم مقابل فارق بسيط جدا فلو اخذنا قطعة دجاج ثلاثمائة واربعين جرام مثلا بعظمها وجلدها سنجد انها تحتوي على خمسين سعر حرارية واثنين ونصف جرام من الدهون المشبعة فقط اكثر مما اذا كانت منزوعة العظم والجلد علما بان خمسة وخمسين بالمئة من دهون الدجاج دهون احدية غير مشبعة ما يعني انها ليست ضارة للقلب بالاضافة الى ان العظم والجلد يقومان بدور هام من اثناء عملية الطبخ فالعظم يعمل على توزيع الحرارة بشكل متساوين والجلد يضمن عدم جفاف الجزء الخارجي قبل نطج الجزء الداخلي للدجاج لذلك فمن الافضل طهي الدجاج بالجلد ثم ازالته عند التقديم تجنب الحليب كامل الدسم تجنب الدهون المشبعة احد اهم الخطوات لتجنب امراض القلب والسمنة لذلك من البديه لدى البعض اختيار الحليب منزوع الدسم بدلا من كامل الدسم كوب واحد من الحليب كامل الدسم يحتوي على اربع جرامات من الدهون المشبعة اي تقريبا اثنين وعشرين بالمئة من النسبة المسموح بها يوميا لأي شخص يرغب في تجنب امراض القلب والسمنة بعض الابحاث اثبتت ان دهون الالبان لا تؤثر على الوزن ولا تسبب امراض القلب بل انهم وجدوا ان استهلاك الحليب كامل الدسم يقلل من امراض القلب والسكر وضغط الدم كما ان هناك بعض الابحاث تؤكد ان الحليب كامل الدسم يقلل من الاصابة بالسمنة ماذا عن نظرية الاكل في وقت متأخر يسبب السمنة ما يسبب السمنة حقا ليس متى نأكل وانما ماذا نأكل بالرغم من ان الاكل في وقت متأخر ليس خيارا صحيا الا انه ليس سببا مباشرا للسمنة كما ان تلك الوجبات الليلية في الغالب ليست ناتجة عن جوع وانما في اغلب الاوقات بسبب الملل او الاجهاد او الاراق بالنسبة لي غالبا الملل هو السبب ولكن هناك طرق لتجنب تلك الوجبات الليلية قد نتحدث عنها في وقت لاحق شاركنا رأيك حول حقائق غذائية خاطئة ستفاجئك حتما واعطنا تجربتك في التعليقات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة